بسم الله الرحمن الرحيم القطاع الزراعي هو قطاع الحياة القطاع اللي مفيش دولة تقدر تستغنى عن ان يكون فيه توفر لكل المحاصيل الزراعية لشعوبها وعالمياً الغذاء يعني الحكومات بتوليه اهمية كبيرة جداً ان يتوفر غذاء بجودة مناسبة وكل ما زاد الانتاج ده بيكون دعم حقيقي للاقتصاد لانك بتقلل من فطورة الاستراض من الخارج ولو فيه فائد فيه الانتاج لبعض المحاصيل بتصدره وده بيبقى مورد اقتصادي مهم جداً للدول لما حدست قزمة كورونا جائحة كورونا التي اصابت العالم بنوع من الارتباك وده حقيقة واضحة للجميع اول ما حصلت قزمة كورونا كان فيه ارتباك لأول مرة تحصل هذه المشكلة الصادمة وابتدت مصر التابع كل التوصيات الطبية والاجراءات التي يمكن ان تتخذ وفي وقت مناسب علشان نكون على قدر من المسئولية والحمد لله مصر فعلاً حققت نجاح كبير جداً في التصدي لهذه الازم ازمة كورونا مرتبطة بكل المجالات اليومية ومنها القطاع الزراعة كان المواطن عنده قلق كبير جداً ان الغذاء وتوافره والناس ابتدت فعلاً تشتري بكميات كبيرة وتخزن ويقولك انا مش عارف ايه يحصل بكراً ولكن بالمتابعة الدقيقة للأسواق والضرب بيد من حديد على ما تسول له نفسه ان هو يحتكر بعض المنتجات الغذائية او السلع الاستراتيجية خلق نوع من الاستقرار وفي نفس الوقت الدول اللي قفلت حدودها وكان في مشكلة في انتاجها من المحاصيل الغذائية مصر في هذا التوقيت كانت بتصدر وكان عندنا الحمد لله زيادة في معادلات التصدير عن كل عام في نفس التوقيت انا بتكلم في الجزئة الزراعة وبربطها بأزمة كورونا لان من اهم التوصيات ان احنا نرفع من كفاءة مناعة جسم الانسان علشان نواجه أزمة كورونا او فيروس كورونا لازم يكون فيه مناعة جيدة للانسان وكان ان احنا عارفين الشعب المصر دايما يتكلم في كل الملفات والقضايا واحنا معروفين ان احنا عندنا قدرة على ان احنا ندمج الامور فكنا بنقول لا دا المصريين مش هفر معهم ولا دا احنا بنأكل بصل وطوم مصري بيأكل بصل وطوم دا احنا بنأكل بصل وطوم دا دول علاج لكورونا وكون ممكن نقول الكلمة دي عادي لكن هي طبيا ثبت ان كفاءة مناعة جسم الانسان بتقييم الاصابة من الامراض وبيقدر يتحمل عندنا انتاج جيد جدا من الابصال بمختلف انواح وبنصدر وقعندنا مصانع للتكفيف اتمنى ان هي ترجع مرة تانية وتشتغل لان دي هتزود المساحات وهتزود القيمة المضافة وهتخلق فرص عمل انا بخاطب المسؤولين وبنشدهم في بداية حلقتنا النهاردة مصانع تكفيف الابصال ايه وضعها ايه موقفها طب احنا نجحنا ليه وممكن نزود الانتاج طب انا عندي مزارع ناجح في زراعة البصل او الابصال وفي مزارع تاني لسه بيعاني من مشاكل طب انا ساعد الراجل دا ازاي يجيب التقاوي بتاعته منين طب يختار التقاوي وموعيد الزراعة التسميد والري المشاكل اللي ممكن تقابله زي الحشايش يعمل فيها ايه استفسارات كتيرة جدا ومعلومات هنعرف حضراتكم عليها النهاردة من خلال مستشارك الزراعي اي معلومة محتاجين تستفساروا عنها تليفون موجود على الشاشة ارقامنا سهلة وارضي مهياش مكلفة بسعر المكالمة العادية لان الهدف من قناة مصر الزراعية ومستشارك الزراعي ان احنا نخدم الفلاح ونقدم المعلومة ملف مهم جدا وانا بيشرفني وجود الدكتور عبد المجيد مبروك رئيس قسم بحوث البصل بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية مناورة دكتور عبد المجيد اهلا بيك عسى السابح واهلا بيك على قناة مصر الزراعية والبرنامج الرائع مستشارك الزراعي مشكرك مناورني احنا ليه ناجحين في زراعة الابصال ده يرجع الى ان البصل قديم جدا قدم مصر صاحبة التاريخ سبع تلاف سنة حضارة فالفراعينة كانوا يزرعونه وكانوا يرسمونه على معابدهم وفي الاهرامات وفي كل الكتب الاجنبية والمراجع الدولية دائما في اي مقدمة اي بتاع بانتاج ابصال زاد مواصفات جودة عالية يعني عالية القدرة التخزينية الشلف لايف بتاعها كويس وما بتاحتكش تحط فيه تلاجات طول الوقت وفي اي مشكلة في اي دولة من الدول فالمخزن بتاع البصل اللي يغزي العالم كله موجود في جمهورية مصر العربية يمكن في ظل الفترة اللي فاتت دي ورغم الدول المستوردة للبصل المصري كانت قفل حدودها زي ما حضرتك زكرت في المقدمة اللي ان احنا وصلنا ال 273 الف طن لحد اول شهر سبع اللي فات وده رقم كويس جدا الحاجة التانية يعني البصل بتاعنا التداول بتاعه جاي جدا وممتاز جدا ويمكن احنا في قسم محوص البصل حطين خطة مش ان احنا نزود الانتاج احنا زي كل برامجنا الخاصة بالتربية تطلع نزود الصدرات يعني فيه دول بتنفسنا زي الصين رقم واحد ثم الهند رقم اثنين ثم مصر ترتيبها الثالث فيه التصدير صدرات البصل ننافس هاتين الدولتين ونزود التصدير بدلا ما احنا كنا الاول زمان في الستينات وبنقول ان البصل ده رقم واحد بعد القطن حاليا احنا رقم ثلاثة بعد الموالح والبطاطس لا احنا عايزين بقى نبقى رقم واحد قبل الموالح وقبل البطاطس ان شاء الله وعايزين نبقى رقم واحد بدل الصين والهند هل نقدر ننجح في ده؟ نقدر ننجح في ده طبعا لان عندنا ماتيريال ومواد وراصية واصناف نستطيع ان احنا كل سنتين يبقى عندنا ثلاث اربع اصناف جداد بناء على طلبات الاسواق الاجنبية يمكن حضراك بارتو اذكرت في المقدمة ان صناعة تكفيف صناعة قوية جدا وكانت عريقة جدا في مصر ويمكن قبل اتفاقية التجارة العالمية كان محدد ان مصر مثلا تصدر 200 الف طن بصل طازج و5000 طن بصل مجفف لا الدنيا مفتوحة دلوقتي لدرجة ان فيه شركات اجنبية جوة مصر سقف تصديرها مفتوح لتصدير البصل المجفف ثانيا قدامة البصل خلت كل المزارعين بتوع البصل في مصر كلهم محترفين ولكن بعض السياسات والممارسات الخطأ هي اللي بتأثر على كمية الانتاج وبتأثر على الكواليتي وجودة الابصال عشان تفضل 7-8 شهور بدون تبريد يمكن بعض الناس بيجيب تقاوم من برة للتجريب جوة جمهورية مصر العربية حتى الان ما سابتش ان فيه اي صنف اجنبي نفع في مصر بس هو مش مسموح بالزراعته لازم يمر بمراحل كتيرة قبل ما اتكلم عن السياسة الصنفية يعني انا افتكر من 3 سنين كان عندنا ازمة كبيرة جدا في تسويق البصل وحصلت سيول فيه لدولة الهند غرقت محصول البصل ومصر فعلا قدرت يسوق كل الانتاج اللي ما كناش قادرين نسوقه ده كان شيء حلو قوي بس انا مش هبقى قاعد منتظر ان يحصل ازمة دولية علشان اقدر ايسوق معايير التسويق او ايه هي المواصفات اللي انت مطلوبة مني مواصفات البصل التصديري رقم واحد ان الابصال تكون ذات قشرة متماسكة تكون ما فيهاش اي عيوب تجارية زي التزريع مثلا او الاصابة بالتهبب او الابصال بها ازدواج او عيوب تجارية طب لحظة واحدة استاذ رضا من الجيزة تفضل طيب حاول مرة تانية يعني لازم قشرة تبقى متماسكة عند البصل ما هواش مزدوج يعني اللي احنا ملاقي بصلتين منتصقتين تمام لان ده تفريع ده تفريع او الازدواج وده عيب تجاري احنا كل اصنافنا وكل التعاول اللي بتطلع من عندنا ما بيقاش فيها هذا العيب لكن المشكلة اللي بتلاقيها في الاسواق انك بتلاقي بعض الابصال فيها ازدواج او تهابه بيبقى ناتك فارزة محطات التصدير وما هواش البصل اللي طالع من الحقل مباشرة اللي كمان بيشترطه باحجام معينة في البصل للتصدير ان كمان البصل ما تكونش عنقها ثميك يعني العنق بتاعها هيكون رفيع والساق القرصية اللي هي قاعدة البصل اللي تكون صغيرة علشان ما بيقاش فيه هادر كبير جدا فيه اثناء الاعداد والتكيز تمام باستاذ محمود من الشرقات فضل ايو يا باش اهلا بيك يا حاجة محمود فضل بتاعز اكلم الدكتور عن تقاو التقاو السنة دي ما طلعتش حدانة كويسة ما طلعتش كويسة ازاي انت زرعت امتى انا زرعت في شهر 11 جبت التقاو من اين التقاو دي من عندي زرعتها عم نول من التقاوية اني اتا ابي ابوارجة ما اتماس الدكتور عبد المجيد هيتكلم معاك حضرتك الموسم الماضي هو يقص طبعا الاستاذ محمود انه بيكثر تقاو البصل بنفسه يعني هو بيزرع ابصال وبعدين ياخد منها البزرة بعد ما اطلع الازهار ويحصل العقد والتلقيح ويطلع منها تقاو للأسف الشديد الموسم السابق اللي هو 19-20 هو بيقول الزرعت في شهر 11 درب المصر الاعصار بتاع التنين واستمر المطر لمدة اسبوع متواصل كان كل الناس اللي زرعين هو اللي استاذ محمود بيتكلم دلوقتي بيقول انه هو كان زرع في شهر 11 كل الزرعات المبكرة دخلت في الفول بلوم او التزهير الكامل والعقد في شهر 3 اللي سقط فيه الامطار المستمرة بعد طبعا انحصار الامطار وكانت زمن معاها موضوع ازمة كورونا بدأ المزرعين ينزالوا الحقول علشان طيب بشكرك طبعا اعلى بقى من التلفزيون يعني انا عايز اوصل للنقطة ان الزراعة المبكرة بتسبب مشاكل الزراعة فيه معاد امثل للزراعة اللي هو اللي هو لو انا هزرع لانتاج البزرة يبقى في وجه ابلي يبقى مش قبل اول ديسمبر يعني نص نوفمبر نص ديسمبر لكن الاستاذ محمود في الشرقية يبقى من اول ديسمبر كله بالكامل تلاتين يوم بتقعد ديسمبر دول يقدر يزرع فيهم او لحد نص يناير الابصال عشان بس ما يبقاش فيه لبس عند السادر المزرعين والمشاهدين انتاج البزور لا لا انتاج البزور مش المحصول مش المحصول انتاج الابصال طبعا لما حصلت المطر المستمرة ده غسل كل حبوب اللقاح اثر على التلقيح والاخصاب والعقد ان المزارعين نزروا كفحوا الافات الفطرية والحشرية لنباتات سليمة وما فيش اي عقد عليها نتيجة ان استمرار هطول الامطار وبالتالي لما بيجي المزارع عايز يزرع في الصحراء مثلا ويزرع انتاج بزرع تحت بيفوت او رايب الراش بنقول يا فندم انتاج التقاوي ما ينفعش تحت الريب بالراش الحاجة التانية تزامن مع كي قطلة انتاج البزرع ان البزرع اللي بحصولها بقى قليل جودتها ايضا قليلة يعني الفدان اللي كان بيدي 250 الى 300 كيلو متوسط الجمهورية ادى 50 و 60 كيلو كيلو ولا طنو كيلو بزرع كيلو بزرع وليست ابساط ادى 50 ل 60 كيلو ساعات 80 كيلو للفدان هنوقف هنا هنفسرها زيادة هنوضحها انا عندي نوعين من المزارعين نوع بيزرع علشان ياخد تقاوي ياخد البزرع ويبتدي يزرع بيها البصل يبتدي المحصول بتاعه الموسم بتاعه ده في الواجه الابلي من نص ديسمبر نص نوفمبر لنص ديسمبر الواجه الابلي من نص نوفمبر لنص ديسمبر لنص ديسمبر والواجه البحري من اول ديسمبر من اول ديسمبر لحد نص يناير لحد ايه نص يناير لحد نص يناير عندنا فرق شهر هنا في الابلي وشهر في البحر اجهز الارض ازاي لو انا هزرع علشان ااخد تقاوي وايه الاصناف اللي انا ممكن ازرعها عشان ااخد بيها تقاوي والطريقة نفسها أزرع إزاي؟ أولاً هو إنتاج تقاوي البصل اللي هي الحبة السودة لابد أن المكان اللي أنا هزرع فيه على الأقل ما يكونش حد جاري يزارع مسافة من 3 إلى 5 كم مربع حوالي الحق أي إنتاج تقاوي بصل أخرى ما يكون زرع أي صنف بس مش بصل زرع أي حاجة بس مش بصل ماش نبعد عن زرعات البصل ليه؟ لأن التلقيح في البصل خلطي بالحشرات فلو جاري زرع أجهزة أحمر وأنا زارع أجهزة عشرين أصفر دهب جنبي بعد كده التلقيح اللي أنا أخدها وأزرع بيها هتطلع كلها خليط أصفر على أحمر والجودة بتاعتها تحتيب طب ما فيه سياسة صنفية للمحافظات؟ فيه سياسة صنفية للمحافظات وحسب يعني الصنف جيدة 6 محسن بنوص بيه فواج إبلي ولكن المزارعين للأسف الشديد ما بينتخبش في الأصناف اللي هو هيزرعها بمعنى أنه هو يطلع البصل بتاعه ويزرعه لإنتاج البزر ما بينتخبش الأبصال الكويسة يعني أي بصل فاض منه في شهر 12 والبصل بنحصله في شهر 5 بيقعد عندي شهر 6 و7 و8 لحد شهر نوفمبر اللي هو هيزرع فيه إذا كان في إبلي أو ديسمبر إذا كان في وجه بحري فاللي بيفضل لحد في التوقيت ده بتكون أبصال ذات جودة سيئة فلما يبتدي يزرع هذه الأصناف بمعرفته هو من نفسه كده ذات الجودة السيئة لإنتاج البزر بتبقى برضو البزر اللي طالع منها زاد جودة مش كويسة سواء في المواصفات بتاعت الصمت أكون جودتها أقل من إنتاجها المخفض فمش هتديني الإنتاج اللي أنا عايزه عشان أحقق ربح مفلاح يمكن إحنا بنقول المزارعين في الأمحة مثلا ممكن تجدد كل سنتين تأويك أو كل ثلاثة لا أنت في البصل لازم كل سنة تأخذ إما من الضرر مكازال التأوي أو من شركات التأوي المعتمدة لأن التلقيه خلطي ولا يمكن هيستحيل تماما على أي مزارع أنه يزرع لوحده شوية التأوي إيه هو من غير جار وما يزرع جنبه أنا مش هقدر أتحكم في منطقة بيره وأنا عندي تفتت حيزات صعب جدا ده ممكن واحد عنده نص فدان أو ربع فدان ويزرع يلوز كل التأوي فمش هينفع فالصح واللي نقدر نزرع وإحنا بالطمنين علشان ننجح إن أنا أشتري التأوي بتاعتي من جهة معتمدة الإدارة المركزية لإنتاج التأوي أو الشركات الخاصة اللي إدارة المركزية لفحص واعتماد التأوي بتديها الترخيص والسماح بإنتاج التأوي اشتري من مكان موصوق فيه شقارة مغلقة عليها كل البيانات هتلاقي جهة الشقارة دي فيه بطاقة مكتوبة عليها الصنف ورقم اللط عشان لو فيه أي مشكلة بترجع بالبطاقة دي تاني للمكان اللي انت اشتريت منه ومزارة الزراعة بتبقى وقفة جنبك علشان تجيب حقك يبقى أول معلومة أن أنا عندي خطورة كبيرة جدا أن أنا أزرع البصل بهدف إنتاج التأوي لأن الدكتور بيقولي أن الإنتاج بيبقى خلط كل التأوي الأصناب بتتخلط مواصفاتها كلها وللأسف بنلاقي سنويا مجرد ما الناس سياخد من تأوي الهالي دي شكاوي على وزارة الزراعة قد كتير جدا وبتدي نروح نعمل لجان تفاجأ أن البصل كله مطلع شماريخ زهرية أو البصل كله مكونش أبصال خالص ده بسبب الممارسات الخطأ على فكرة أقول له جهود حضراتكم وجهود وزارة الزراعة في جهاتها المختلفة أنت يحصل عندك خلط كبير جدا في الأصناف يعني لو مفيش تأوي معتمدة تخيل مدى العشوائية اللي هنبعايشين فيه ما إحنا بنقول حضرتك لو مش وزارة الزراعة فيه وممثلها معهد بحصل محاصلة حقلية وقسم بخص البصل عنده الأربع أصناف أو الست أصناف من البصل دول الموجودين كان هيتعذر على أي مصدر بصل يلاقي مواصفات متجنسة للبصل بتاعه لأن كل الناس كنت تزرع تأويها بنفسيها وهم مش مدركين موضوع أن التلقيح خلطي في البصل وأن أنت لازم سنويا تزرع من تأوي معتمدة مش من تأوي من عند حضرتك ما كنتش هتعرف تصدر صح أستاذ ياسر من محافظة الضمية بتتفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك أو أستاذ سامح كل عام ومطمين بمنات مثل السنة الجديدة وحضرتك بالصحة والسلامة يا فن الوقتي إحنا عايزين نعرف طريقة البصل من الألف الياء تمام فإننا عندنا هنا البصل عندنا دايما بنشتكي من السودة بنشتكي من السودة والحاجات دي ونكتحها ونعمش نعليجها بتشتكي من إيه؟ الطرابة السودة الهباب الأشف المرحلة الأخيرة في موضوع الصاب البصل كله مبقاش متجانس وما بيبقاش حلوة وبنيجي الخز وما بضرب منه في المفرش طيب اسمعنا بقى عشان تعرف التفاصيل إحنا هنبتدي دلوقتي نقول أهم الأصناف إيه أهم الأصناف اللي موجودين عندنا؟ إحنا عندنا الصاب في جيزة ستة محسن وده بيوجود من أول بنسويف لحد السودان يعني كل الجنوب بيزرع جيزة ستة محسن وده منتخب من سلالات السبعين وغيرها اللي كانت موجودة في وجه إبلي منذ السبعينيات يعني ونحسنه عشان ما حدش يقول مثلاً والله ده صنف قديم جداً لا ده في قسم البصل سنوياً بينتخب ويحسن فيه تقاوي هذا الصنف وعشان كده هو ثابت لحد هذه اللحظة الصنف الثاني جيزة عشرين وده صنف خرج في الثمانينات بيوجود في وجه بحري محصوله كويس وأعلى ولكنه بتأخر شوي يعني مزارعي وجه إبلي لو زرعوه بتأخر عندهم في الحصاد طبعاً وجه إبلي كله بيطلع بصر وبدري في آخر ثلاثة لحد نصف أربعة وبيتصدر كله ومعظمه بالكامل الصنف الثاني جيزة أحمر والأهالي بيدوله مسامة شائعة عندهم إنه إيطالي لكنه هو مش إطالي ده هو من شدة تجانسه وده كانت اللون الأحمر بتاعه الخارجي والداخلي وعدم موجود ازدواج أو حنباط فيه بيبقى مزاقه حامل الأحمر بيبقى مزاقه بارد شوية لأنه منخفض في المواد الصلبة الدايبة الكلية وده بيجود يبقى سهل كويس جدا لطبق الصلة مقارنة بجيزة ستة محسن ده يجود فين بقى ويجود فواجه بحري بالكامل من أول الأليوبية لحد اسكندري عندنا الصنف الأبيض جيزة أبيض وده صنف بتاخده مصانع التكفيف عشان تطلع منه بصل مجفف للتصدير وده مطلوب منه كميات كبيرة جدا واحنا حاليا بنتعاون مع بعض الشركات المحلية فيه ساعات مواسم بيبقى فيها مشاكل في الإدارة في الكذا في كذا لكن إن شاء الله أعتقد أن من الموسم القادم إن شاء الله يبقى فيه كمية تقوى كبيرة جدا منه لبعض الشركات المحلية اللي الدولة بتدعمها ومن سعيدها طبعا وده التصافي فيه زيادة 40% عن الأصف يعني مصنع التكفيف لما ياخد 10 طن بصل أصفر يطلع له طن 1 بصل مجفف لكن لما ياخد 6 طن بصل أبيض يطلع له 1 طن بصل مجفف وهو نفس السعر ونفس التكلفة ونفس كل شيء وإحنا يمكن فيه شركة خاصة أجنبية متعددة الجنسية بتشتغل في مصر بتجيب أصناف من برة وبتجربها مع نفسها للاستهلاك الخاص بتاعها يعني هي بتزرعها والوزارة بتشرف عليها تزرع علىها وتاخد كل تقاويها تدخلها للإنتاج وبعدين تجففها وثبت إن مفيش ولا صنف جاي من برة متفوق على أصنافنا المصريين فعندنا فرصة واعدة إن كنوا ما صنع التكفيف في مصر نغطيها بالبصل الليبي ده بالنسبة لأصناف وعندنا صنفين جدالة ناس آه تعالى قطرنا جهزة 6 وجهزة 20 جهزة أحمر جهزة أبيض وفيه صنف تاني تركيبي أبيض محصوله أعلى وصنف جهزة مطاول ده لإنتاج البصل المقاور فيه واجه إبل جهزة مطاول جهزة مطاول ده الشكل بتاعه مغزالي العنق بتاعه رفيع جدا الساق القرصية صغيرة ما بيديش شماريخ زهرية ما بيديش مجوز لما يتزرع لإنتاج البصل المقاور أول معلومة أول حاجة هنبتدي نركز عليها النهاردة أنا عندي 6 أصناف موجودين الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والشركات الخاصة المعتمدة من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي جهزة 6 جهزة 20 جهزة أحمر وجهزة أبيض وفيه تركيبي أبيض وفيه جهزة مطاول دول الـ 6 أصناف اللي متوفر النهاردة تقاويهم عشان لما يجي أزرع يبقى عندي إنتاجية مرتفعة وعندي مواصفات تناسب السوق المصري تناسب التصنيع تناسب التصدير بس قبل حضاك السؤال اللي سألو الأستاذ ياسر بتاع البصل عنده بيهزرعه فيدرب منه في المغزن يعني بعد ما بيحصده بيحطه في المغازن ما هدرب منه ما هدرب احنا هنجل لمرحلة التخزين لأن دي عايزنا نقاش بالتفصيل علشان نحافظ على منتجنا الجزئية التانية أنسب معاد للزراعة هزرع بصل مش تقاوي أنسب معاد أنسب معاد أزرع المشتب بتاعي نص ثمانية نص تسعة من أول سوهاج إنا المينيا لقصر أصوان لحد المينيا وبنسويف كبير ممكن تبقى بدري نص ثمانية نص تسعة وانقله بعد ستين يوم مباشرة بيبقى فيه سمك الألم الرصاص ما يزيدش عن كده لأنه لو زاد البصل بيزدوج من المزارع بعد كده بيعمل أبصال مزدوجة أو يدي شمراخ زاهر في واجه بحري من شهر أكتوبر كله لحد نص نوفمبر قادر أزرع المشاتل بتاعتي بعد كده إلا في الأرض المستديمة هتكلم عن مرحلة المشتب لأنه مهمة أول أستاذ محمود من المينيا تفضل أستاذ محمود سلام وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته زر حانسنا الحمد لله سلام الدكتور باس لا 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 لو سمحت وطي التلفزيون أو ابعد عنه طيب حضرك بتقول بتسأل عن إيه عاوز تقاوي بصل كويس عاوز تقاوي بصل كويس عندك الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي فين يا دكتور عبدالنجيدي الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بتاخد دايما سنويا من عندنا تقاوي الأساس وبطلع منها المعتمد وليها منافذة في كل مدوريات الزراعة وإنت عندك في مدورية الزراعة في المينيا تروح تجيب منهم التقاوي وهنديك رقم من الدكتور عبدالنجيدي هيتابع معاك يعرف أنت جبت التقاوي ولا لا لو عايز أي مساعدة هيساعدك أن أنت تاخد أحسن التقاوي تمام لو سمحت الزملاء في الإعداد هيتدوله رقم من الدكتور عبدالنجيدي يبقى نص ثمانية إلى نص تسعة الوجهة الإبلي من شهر أكتوبر كله لنص نوفمبر الوجهة البحر دي من حالة المشتر فيها بقى ممارسة خطأ جدا بتحسن اللي هي؟ أن بعض الناس ما بيزرعش التقاوي دي في الأرض علشان يزرعها بما زرعته هو لا هو عايز يطلع ماشتل ويبيعه عايز يطلع ماشتل ويبيعه فبيزرع بدري جدا في أول شهر سبع وفي شهر تمانية علشان يبيع الشتلة بتاعته إيه؟ غالية دي لما بتتأخر في الزراعة بتاعتها دي بتندفع كلها للتزهير وتكديني أبصال مزدوجة ولذلك بقول لكل مزارع من فضلك بلاش تشتري شتلة من السوق أو من عند جارك إذا كان زارع بدري حضرتك إزرع شتلتك بنفسك هتحمي أرضك من الإصابة بالأمراض الفطرية والحشرية تبقى متأكد من التقاوي اللي انت زرعتها والصنف اللي انت زرعته لانا ما نجيبش شتلة نشتريها من جاري هو زارع الماشتل ده ممكن ما يزرعش بصل هو عمل الماشتل عشان ياخد منه وحضرك تزرع ففيه اختلاف في الطربة وفيه اختلاف في المعاملات كمان اللي هو بيعملها داخل الماشتل فانت ممكن بدل ما تزرع بصل يديك إنتاج تنقل مشكلة للأرض عندك يبقى صعب ان انت تتخلص منها لأكتر من كذا موسم او تبقى الجودة وحشة بتاع الأبصال او الجودة وحشة طيب ايه الضوابط اللي انا بشتغل بيها جو الماشتل المفروض مشتلي بمساحته قد ايه معدل التقاوي قد ايه طريقة المعاملات والتسميد والري وهنقل الشتلة ازاي بطريقة سليمة هو قبل ما اختار أرض الماشتل انا بختار الصنف لو انا في وجه إبلي اللي هم حاليا بيبتدوا يزرعوا المشاتل يبقى انا هختار المعاد بتاع اللي هو نص ثمانية هبتدي ازرع المشاتل بتاعها اختار الأرض ما يكونش فيها سبق زراعتها بالبصر دي رقم واحد عشان فيه امراض زي عفن الجزر القرومفلي وفيه التهبب وغيره والتفحهم بيبقى موجود فيه المشاتل السابق يبقى ما زرعتش فيه أرض انا زرعت فيها السنة اللي فاتت مشتل بصر رقم اتنين الأرض دي ما تكونش أرض فيها ملوح وتكون ما فيهاش كربونات كالسام عالية عشان بتعمل اشرة على سطح التربة وبتعوق انبات البادرات لو كنا فين في الدلتة لو كنا في الأراضي الصحراوية بقى يبقى لازم نقول للناس تعمل القاتل لابد ان تحليل التربة ما يزيدش عن خمسة ونص لستة بي ايتش بتاعها رقم اتنين ما يكونش فيها طفلة رقم تلاتة ما يكونش فيها صوديو متبادل أكتر من خمستاشر في المية رقم اربعة لان معظم المستثمرين الكبار بيزراعوا في الأراضي الصحراوية البير بتبقى ميته فيها سنة ملوح دي ما تنفعشي اطلاقا نسبة الملوحة اللي كانت نراتة احنا بنقول في الأرض الاسي بتاعها يبقى لحد سبعمائة ميلي جرام للليتر والمية ما تزيدش عن خمسمائة ميلي جرام اللي هو الفلاح بيقول سبعة تلاف جزء في المليون ما تزيدش بقى عن سبعمائة للأرض وخمسمائة بي بي ام للمي عشان يبقى الإنبات جيد عندي للمشتل بتاعي ودايما يمكن بعض المزارعين في الدلتا ما بيحطوش بقى لصوبر ولا كابريت ولا جرام المفروض يحطوا ايه بقى لازم ده يتحطي ايه معدلات التسميد المشتل مساحة اقديه المشتل انا عشان ازرع فدان عايز ازرع له من 2 الى 3 قرارية مشتل الفدان عايز من 2 الى 3 ايراب فانا لو عندي مزارع هيزرع فدان علشان مزارعين ما يتلخبطوش ما بين مساحة المشتل ومساحة الارض المستديمة نفترض ان انا مزارع وعندي فدان هزرعه كله مشتل وهنقله بعد 60 يوم الفدان ده لما هزرعه هيزرع لي من 8 الى 10 فدادين بعد كده طيب احط له تقاوي قد ايه لو انا هزرع احواض كده بتأقي فدان بتأقي فدان هو لو انا هزرع احواض 3 متر في 3 متر ونص بياخد من 30 الى 45 كيلو جرام تقاوي للفدان من 30 الى 45 الى 15 كيلو جرام من 40 تحديدا من 40 الى 45 كيلو جرام ده المتر المربع بتاعه بيبقى فيه حوالي 12 من 11 الى 12 جرام في المتر المربع تمام طيب لو انا هزرع على خطوط واعمل سطور على الجنبين بتوء الخط بزرع بمعدل 30 كيلو جرام للفدان طيب لو انا هزرع بقى السطور بسطارة بلانتر بزرع بمعدل 20 كيلو جرام للايه انه طريقة افضل كل طريقة من هذه الطرق لها ارض مناسبة حسب طبيعة الارض ومكان مناسب ونفذها بطريقة مناسبة تمام نقول مثلا طريقة الحواض طريقة الحواض طب قبل ما كان من طريقة الحواض عشان طولت عليه يا استاذ محمد تفضل لو سمحت نواط التلفزيون بعد اذنك باشا باشا اتفضل يا فاني سلا يبرح وطلا يبركات لو سمحت باشا اتفضل يا حكا عند ارض بجالها الثلاث سنين بترحى بصل تمام ودي السنة الرابعة ممكن اجرحى بصل ولا ايارها ولا ايارها ممكن يا دكتور عبد نجيد اه واحنا بنقول لابد البصل يزرع في دورة ثلاثية يعني كل تلاث سنين تزرع البصل تاني في نفس الارض مرة تانية علشان الامراض كل تلاث سنين يعمل ايه تزرع البصل وتعيد زراعته تاني بعد تلاث سنين في نفس الارض يعني السنة دي يزرع بصل ايه ما زرع السنة اللي جاية ما ينفعش ما ينفعش يزرع بصل يزرع اي حاجة في الشتوي يعني البصل يتزرع مرة واستنى تلاث سنين ويزرعه تاني حضرتك زارع بقى لك تلاث موسم وره بعض ايه وفي مشاكل ظهرت عندك في البصل ايه يعني السنة بتضعف شوية كل سنة بتضعف شوية اه السنة كانت طائفة شوية طيب رابع سنة بقى هتبقى صعبة جدا فانت المفروض تريح الارض تمام اعم الحالة دي راح ايه يعني الزرع الأفضل لها فضل قلنا في الشتة طبعا احنا بيتزرع الفول البلدي وبتزرع الامح ويفضل طبعا الفول البلدي بيثبت الازوت وطبعا لان الامحة محصول استراتيجي فبرضو بي لو في نماتودة في التربة بيعالج جزء النماتودة يعني يزبط للتربة بتاعتي يعني فالشتوي ممكن تزرع مكان البصل بداله وتزرع اامحة وتزرع فول بلدي رايح بقى الارض شوية الموسم اللي جاي نبتدي نبتبع الدورة الزراعية اي محصول شتوي والدكتور عبد المجيد بيقولك الفول البلدي كويس او الغلة مشكرك عندنا عندنا ثلاث طرق للزراع الاحواض اول طريقة الاحواض دي ما تنفعش في الاراضي جديدة يعني ما فيش مستثمر عنده ارض رملية ارض فيها طفلة ارض فيها جبلية او في اراضي مستصلحة جديدة يزرع بطريقة الاحواض خالص اي ولا الخطوط الاراضي الجديدة بلانتر بتزرع بالعشرين كيلو جرام للفدان ولما نيجي نتكلم عليها اقولك بالتفصيل تعمل ايه في الارض تعمل ايه في البلانتر اللي هتزرع بيها الطريقة التانية اللي هي طريقة الخطوط للناس اللي بتزرع دلوقتي المشاتل في الواجه القبلي او البحري بخطط الارض بمعدل اربعتاشر خط في الاسبطين او نقول للمزارع الخطوط اللي بتخطط بيها الارض بتاعتك لنمات الدرة وبروح فاجج خطين على جانبي الخط وسرسب التقاوي عليها وبعدين اغطيها واروي رايب الايه بالراحة طيب ليه ما ازرعش ما ازرعش حواد في ارض زي دي اللي حواد لو انا عايز ازرعها في اراضي الدلتا لازم الارض تكون خالية تماما من الحشاش ايه الحاجة التانية تكون مستوية ارض مسواة بالليزر لان لو الارض المزارع بييده هيبقى فيه اماكن منخفضة واماكن مرتفعة الاماكن المنخفضة هيتراكم فيها الماء والبذرة هتفقع وما تتبيتش معها والاماكن المرتفعة التاوي مش هتتغطى كويس فهتحمص وبرضو مش هيحصل لها انباء فالكسافة هتقل ولما الكسافة تقل سمك الشتلة اللي قلنا عليها انها تبقى سمك الالم والرصاص مش هيقدر ياخده فهيبقى ياخد شتلة حجمها كبير لما ازرعها تديول ابصال مزدوجة او ابصال بها شمراخ ذهر الطريقة التالتة وهي البلانتر او السطارة بتاعة الام هم Troyes او أسرسب انا التاوي بايدي يعني المتر الطولي وأنا بسعير البلانتر او السطارة بقى في حوالي مئة واحدة مثلتين بذرة في المتر الطولي سطور كل سطر بين ومن السطر اللي بعده من 10 الى 15 سنطي بفسرسب التاوي بمعدل من 100 الى 200 بذرة في المتر الايه الطولي يعني السنط الواحد بيقى فيه بذرعة أتين طبعا هو مش عارف يعمل ده بإيده في سطرات يدوية صغيرة بتعمل ده بنزبط على الثقب بتاعها اللي بينزل بزرة البصل وعلى المسافة بتاعتها وبتديله تجانس تماماً لأن كل الشتالات اللي طلعت بتكون شتالات مثالية لإنتاج بصل تصديري مفهوش أي مخالفة نتوقف لحظات مع فاصل سريع ونستكمل هذا الملف الهام طريقة زراعة الأبصال في مصر وكيف السبيل لزيادة الإنتراب بعد الفاصل مرحب بحضراتكم مرة أخرى في مصر شركة الزراعة الموسم الزراعة على فكرة جماعة طويل ممكن ثلاث شهور أربع شهور كل محصول بيختلف ده مش هنقدر يعني نجمع كل المعلومات في ساعة إحنا بقى بنعمل إيه حنبتدي معاكم موسم الزراعة فتكلمنا عن التقاوي والأصناف وقلنا ست أصناف ذكرناهم قلنا لو عندنا فدان مشتل هيزرع كم فدان هيدين من تمانية إلى عشرة فدان نتكلم عن طرق الزراعة وقلنا أننا عندي الأحواض الخطوط البلانتر شرحناه فحلقتنا النهاردة هي مقدمة الموسم هنبتدي نزرع مع بعض وإن شاء الله تزامنا مع الموسم نبتدي نتكمل معاكم كل المعلومات هندي توصيات عامة في الجزء الثاني من الحلقة توصيات العامة اللي هي هجهز أرض إزاي التسميد معدل الرأي هنقل الشتلة للأرض المستديمة احنا قلنا طبعاً نحن المشتل بتاعنا بنسمد بستين واحدة أزوت وثلاثين واحدة فوسفور بنحطهم أثناء التجهيز واربعة وعشرين واحدة بوتاسيام ونضيف السمات بتاعنا بعد واحد وعشرين يوم من زراعة البزرة في الأرض والدفعة الثانية بنحطها بعد أسبوعين يعني بعد الأسبوع الثالث والأسبوع الخامس في المشتل بتاعنا وبدي رشة فطري وقائي بكابريت مايكروني بأكسوكلورنحاس ودي كلها مواد فعالة يعني مهاش مبيدات لازم رشة وقائية من البياد الزغبي أو الأفات المختلفة وأنقل بعد ستين يوم بجهز الأرض المستديمة قبلها بحرة الأرض كويس جداً لو فيها حشاش برويها رأي كدابة وطلع كل العفش والحشاش اللي فيها لو فيها حشاش معمرة برشرها برضو بتخلص منها وبعد كده بحرة الأرض زحفة وقبل التخطيط أروح ضايف سوبر فوسفات بمعدل 300 كيلو جرام سوبر فوسفات للفدان وبحط معهم شكارة كابريت زراعي 50 كيلو للفدان بعد كده بخطط الأرض بتاعتي بمعدل 14 خط في الأسبتين وبجهز الأرض بتاعتي للزراعة بمسح الخطوط كويس جداً وأنقل الشتلات بتاعتي الشتلات بتاعتي اللي ما بنقلها بعد 60 يوم قبل نقل الشتلات أستاذ حامدو أن الفيوم تفضل أم عليك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاكة بشمانت التامة الحمد لله فإن عدد الدكتور تعالين أتفضل عند البطل بيزوج بيحصل له تزوج والشتلات 100 بيحصل له تزوج تمام وإيه تاني واللطعة الإرجوانية دي أم حسرت في علاجها يفيد من الضغط اللطعة الإرجوانية اللطعة الإرجوانية طيب محتاجة تسألوا أنا حاجة؟ للي خالص أنا عارفة طيب بشكر حضرتك طبعاً أنا بقى من خلال الشاشة التزوج اللي هو لسا أنت تكلم عنه للأسف الشديد المزارعين بيأخروا عمر الشتلة جداً أو زي ما قلت لحضرتك في بداية الحلقة بيشتروا شتلة من بره فبيلاقش ينق الشتلة الكبيرة سمكها كبير ودي بتدي أبصال مزدوج الحاجة الثالثة لو هو يعني بعد بعض الممارسات الخطأ يعني إن المزارع بعد ما بيحط الشتلة بتاعته في الأرض المستديمة اللي احنا جاهزناها دية وبيرويها راية الزراع يعادها 60 يوم بدون راية ليه عم الحاج بتعمل هذا الكلام؟ يقول لك عشان الجدور تشد في محاصيل أخرى ممكن لكن البصل لا البصل كل 15 يوم بند راية أو حسب حالة الجو والطربة وما بنعطش البصل خالص وما بنملهوش مية لأنه بيأثر على جودته وعلى أسفة الرأي منضبط لنزبود المية ولا نقللها كل 15 يوم راية وحسب الصرف العام وحسب الصرف وحسب الدرجة الحرارة الصرف الزراع برضو هيفقات الصرف الزراع الحاجة الثانية اللي طيب على الأرجوانية ده مرض ما بيجيش إلا إذا سبقته أمراض أخرى زي الدوني ميلديو أو البياض الزغبي وده بيجي في الغالب في آخر فبراير وعلى نص مارس ولما الجو ده في شوية تيجي اللطعة الأرجوانية لو هو بيرش رش وقائي بالمركبات الفعالة اللي زي الكابريت المايكروني أو أكسوكلور النحاس أو مركبات المانكوزيب أو مركبات الميتالكسيل كل دي برضو مواد فعالة أو التيب وكون أزول كل دي مواد بيجيب اللطعة الأرجوانية ومش هتحصل عنده أي مشكلة خالص لو كافح من الأول بالمبيدات الوقائية اللي بتوصي بها وزارة الزراعة يعني أنا عندي برامج مكافحة متكاملة بعد قدي من الزراعة احنا في الماشتر بندي دراشة وقائية واحدة في الأرض المستديمة اعتبارا من نص فبراير بندي دراشة كل 15 يوم بعد قدي من ما زرعت أنا زرعت النهاردة بعد من 30 إلى 45 يوم أو 45 يوم من الزراعة بيكون النبات عليه من 4 إلى 5 أوراق وفي التوقيت ده بيكون لسه ما ظهر ليش لبيات زغبة والاطعة الأرجوانية لأن الجو بيكون برد أنا عايز حضرتك تتبعنا طبيع فريل الإعداد كل أسبوع بعد الزراعة بالمعلومات الإرشادية وإحنا هنقولها على الهوى وبعدين نلتقي بعد فترة 15-20 يوم من الزراعة نبتدي نكمل حادثنا يعني عايزين نمسي مع الناس قطوة قطوة أستاذ ليسي من البحيرة تفضل أحساب عليك سلامة يا برحمة الله وبركاته ممكن نحمل البصل مع الجمحة ممكن من تحت بصل مع الأمحة ممكن لدكتور عمي جيد يعني أحنا هو البصل الشائع في تحميله مع القطن وده ناجح جدا وكويس جدا وفعال جدا ممكن يحمل مع الفول ممكن يحمل مع الطماطم ويمكن عندنا قسم بحوث التكسيف المحصولي بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية كان حاطط نظام لتحميل الأمحة على البصل لكن فيه تعارض ما بينهم لأن البصل الفترة بتاعة دمعهد 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 لا الاتنين بيزرعه في الشتاء لكن عشان تزرعه ده بيزرع بطريقة وده بطريقة مختلفة يعني أنت مش هتلعب تزرع الأمحة خطوط وتزرع خطين وتسيب خط فيه بيه مشاكله كتير جدا ثانيا الأمحة بيبقى عليه تريبسي كبير جدا فيه الآخر فبهدل البصل لو تحمل على البصل لا يا جود الدكتور عبد المجيد بيقول لحضرك لا معي الحاجة عطف من الشرقية تفضل يا أهلا وسهلا للفن منارة الفلاحين على بستوى الدولة ومشوفناش الخير لعليس شاء الله وإششوكم إن شاء الله بشكر حضرتك مصر الزراعية ممبر الفلاح المصر قناة مصر الزراعي دي قناتكم أنتم فضل الله يبارك لك وبنفسي على الدكتور ضيفك وبس معلش هسأله سؤال كده بعد إذن فضل يا فندم احنا أنا دلوقتي أرضي مطرح زرية وسبختها وحرطتها وديتها مية تمام وعايز أزرعها بصل عايز أزرعها بصل الحفة الصمرة يعني وخفتها أزرعها الحفة الصمرة أنا أخفتها وأزرعها الحفة الصمرة الأرض الوقتية عشان تطلق الحشيش سواء ذا ما هو جائل وعايز أزرعها الحفة الصمرة وما أنجلش الشتلة يعني لو بجأت الشتلة تجيلة شوية أخفها هل ده ينفع يبقى بصل عادي ولا لازم الغطرة ده سؤال حلو أول هو مش عايز بمرحلة المشتل يزرع ازاي؟ ده سؤال جايج جدا جدا إحنا دائما عارفين زراعة البصل ممكن تأمى عندنا في مصر بثلاث طرق يأمى بشتلات حبة السودة نحطها في الأرض تطلع شتلة ننقلها أو بصيلات اللي هي الصغيرة دي نزراحها في شهر 8 تطلع لنا بصل في شهر 12 أو بالحبة السودة مباشرة في الأرض المستديمة يعني أزرع الحبة السودة تطلع لبصلة من غير منقلها خالص لأي أرض تانية ولكن ده بتم باستخدام بلانتر ذات مواصفات خاصة بنزرع على نفس مسافات البصل ومواعيد خاصة مختلفة عن مواعيد زراعة المشتل وزراعة الأرض المستديمة العادية طب المواعيد يزرع إمتى؟ أنا بزرع الديركسيد بمساحات كبيرة بالبلانتر مباشرة في شهر من نص عشرة لنص عداشر يعني هيزرع من نص عشرة من نص عشرة لنص عداشر المفلوب من أنه هو يسوي الأرض باللزر الأرض طبعا هتتسوي تسوية جيدة جدا الأرض تكون صفرة مفككة خفيفة ما فيهاش حشائش نهائية محن تصح متشمسها لأن الأراضي الطينية اللي في الدلتة هيبقى صعبة جدا جدا تكلفة نقاوت الحشائش في الأراضي الطينية لو زرع بالبزر المباشرة طبعا بادرة البصل بتبقى بادرة رهيفة ورفيعة جدا ومنفسة الحشائش ضعيفة جدا فالحشائش هتاكل منه النباتات بالمعنى البلدي يعني وهيبقى تكلفة تنقية الحشائش صعبة جدا أو خف النباتات الفدان بالزرع بكيلو ربع لكيلو نص يعني شوفوا احنا قلنا الفدان بنزرع له ثلاث قراريت بأربعة كيلو لربع عشان نعمل منه ماشتة لا احنا بنزرع بكيلو لكيلو ربع علشان يديني غطي لمساحة فدان وكل معظم المستثمرين اللي بيزرعوا في الاراضي الصحراوية overhead irrigation أو ري محوري باستخدام الplantor بيزرعوا بطريقة ال direct seed لانه بيبقى عنده البيفة 200 فدان على بعضيه فهيبقى صعب جدا يعني ده المفوضة لأول حاجة مساحة كبيرة مساحة كبيرة يعني على الأقل لعشر فددين على الأقل لعشر فدان مباشرة الحاجة التانية يكون ارض بتاعته يعني في الأراضي الرملية بنعمل احنا الكلام ده بننفسه فعلا بنقدر نستنبت الحشاش ونطلع عليك يعني يا دكتور لو أنا عايز برضو أدل معلومة على طول لو الأرض طينية ومسكة صعب جدا ما يليبش صعب جدا 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 لانه هو بيزرع بالبلانتر هتتسد منه فالموضوع ده خدني نداء عايز الأراضي الجديدة يعني نتكلم عن الشرقية معظم أراضيها أراضي قديمة إلا بقى لو كان يعني خارج للصالحية للأماكن اللي بفيها الأرض مفتتة أقل حاجة عشرة فدان تسوية جيدة بالليزر أرض متهوية ومحروطة معالج الحشاش كويس الأول وبعدين أزرع بالبلانتر أزرع بالبلانتر تمام؟ هتجود معاه هتجود معاه والتسميد هو هو والتسميد هو هو بس طبعا اللي بيزرعه مساحات كبيرة زي كده بيكونوا بيستخدموا رايب الرش والرايب الرش ما ينفعش فيه البصل الجاف بتاعنا ده لا جودته وتخزينه بيبقى سيء وما بيصدرش رايب التنقيد ينفع؟ ممتاز رايب التنقيد ده إنه نتواجه الدولة دلوقتي توفير كل قطرة مياه طبعا طبعا فالمهارده لو أنا رويت بالتنقيد البصل ده ممتاز ده الديني محصول جيد جدا وإفاد البيض الزغبي واللوط على الأرجوانية وأول أول حاجة بشكرا كحاجة عاطف على السؤال ده سؤال جميل معي الحج سعد من دلوقس لتفضل السلام عليكم سلامة رحمة الله وبركاته تحياتنا لك سلامة رحمة الله وبركاته بنشكر حضرتك يا فندم عارزين دكتور عبن جيد نتبناش في الياملي جاية بإزاعت إحنا أهل الصعيد بإزاعت إحنا مهمشين في البنعمل إزاعة حج سعد مهمشين ده كلمة دي حج سعد ده الكلمة دي بقت قديمة ده أنتم دلوقتي إحنا بنتواصل مع كل أهلنا في الصعيد وفي زيارات من قناة مصر الزراعية وأي معلومة بتطلبوها إحنا اللي بنكلمكم وبنتبعكم ما فيش تكسب من سعدتك التكسب من الزحام زحام فديد عليكم ضغط عليكم فديد ربنا يديك الصحة قولي بقى إيه الموضوع بتاع المصر إحنا متعطفشين عن معلومة عشان كده أنا سؤالي من ثلاث يعني شخص أوامر أول حاجة أول حاجة درجة الحرارة الحالية المجاهز أرضي لزراعة المش Pfizer تمام الدرجة الحرارة عندنا مرتفعة chou covered اه انا من نجسد مطارنا من قصر احسن ناس ايه الله يا خليك ايه اه ظ درجة الحرارة المناسبة لزراعة المش Uhh امتى تزرع täula اول عامش معاه خط وخط يزرع إحنا احنا عندنا بنقول الإنباتي باجيج€جieten że لما يبقى عندي متوسط لدرجة حرارة الليل مثلا توصل 18 إلى 20 درجة موية الليل 18 إلى 20 درجة والنهار متوسطه 25 الدرجات الحرارة في التوقيت اللي احنا فيها دي صعبة جدا صعبة جدا فالمزارعين بيعملوا ايه بقى ايوة اولا هو بجايب تقاوي بيجيب مجايب تقاوي عارف انباتها فوق 70% فبدل ما بيحط كيلو ربع للفدان للقراط في المشتغل بتاعه بيحط الضعف 2.5 كيلو يبقى اول حاجة عشان درجات الحرارة مرتفعة هنزود الانتقاوي تبقى 2.5 كيلو النقطة التانية ايه معنا يا جماعة طب انتصل بيه تانية يا أستاذ الزينب بعد اذنك لانه هو قال ان احنا مهمشين وقال ان انا عندي 3 محاور عايزة اسأل عنهم يبقى اول جزئية انا هزرع في درجات حرارة مرتفعة تمام في بعض المزارعين بيعمل بيبقى زارع نباتات دورة طبعا لايما مساحات صغيرة يعني هيزرع في الدين بصل ولا حاجة هيزرع له 3 قرارية بين الخطوط وبعضها يبتدي يزرع ماشتر البصل او يعمل شيدن تظليل على مساحات اللي هو هيزرعها لحد ما الانبات يكتمل وينقل بقى حجم بعد 60 او 50 يوم الشتلة بتاعته بالسمك اللي قلنا عليه يعد الموسم معاه كويس ومبقاش فيه اي مشاكل لانه بينضج قبل الاندفاع للتزهير والازدواج لو انباتها بقى غير معلوم فبتبقى مخاطرة كبيرة جدا جدا لانه الانبات بيطلع 20% و30% غير معلوم يعني هو المفروض يعرف الانبات منين هو فيه طريقة بسيطة جدا جدا يقدر يعملها عنده في البيت يعني انت لو جبت طبق فوم من الانبات اللي بنستخدمها اليومية ديت وحطت فيه مناديل ورق كلينيكس او قطن مثلا وعد خمسين بزرة وحطهم في الورق وغطاهم برضو بالقطن ده عملت تربة بديلة كده ورشوا بالبخاخة وبقى في الازلام في مكان مش جنب بقى في الشمس ولا في البلكونة ولا في اي مكان مظلل يعني ما يكونش فيه درجة حرارة عالية بعد سبعة ايام بالضبط يروح كاشف الورقة هيلاقي ان الخمسين او الميت بزرة اللي حطتهم طالع منهم سبعين وفيه تلاتين واحدة مفقعين وما نبتوش يبقى ده المبات سبعين في المية ليه بقى تلاتين واربعين ودي يعني توصية بقولها لكل مزارع البصل على جمهورية البصلة جمهورية البصلة عمية هذا العام من فضلكم راجعوا انبات التقاوي قبل زراعتها بسبب المشكلة حتى لونا مشتريها معتمدة لا معتمدة خلاص وضمن الاعتماد ده بيبقى اتعمله مرة واثنين وثلاثة انبات وتأم التأكد من انباته يعني يا جماعة هشتري تقاوي معتمدة هيرايح على نفس المجهود ده وهيبقى بيزرع وهو متطمن انا رايح جاي بتقاوي اشتغلت عليها ادارة المركزين لانتاج التقاوي وإدارة فحص واعتماد التقاوي شركات محترمة واغدة رخصة فاحنا كده بنشتغل بيها لو انا هتق من عندي بقى اختبار بسيط زي اللي قاله الدكتور عبد المجيد هجيب ميت حباية في تربة بديلة اللي هي منديل او قطن وحرشها بخاخة وحطف مكان مظلم وبعد قد ايه هفتح عليها سبع تيام هفتح العد الاول وبعد تلات ايام ناخد العد التالي بعد 15 يوم خلاص اللي نبت نبت واللي ما نبتش خلاص انتهى مش هي نبت تاني فهيبقى دي نعمل ايه بقى مفيش بديل قدامنا غير نحن نزرع يبقى بدل ما بزرع بكيلو ازرع باتنين كيلو اللي هي انبتة خمسين في المية يبقى بدل ما بحط كيلو ربع للفدان احط اتنين كيلو وده جابت السؤال الاول للحج سعد من النقصر لكن رقم حضرتك معانا هندي دكتور عبد المجيد مفيش حاجة اسمها صعيد مصر مهمش الدولة المصرية بتهتمك كل ابنائها الفلاح المصري هو الايد الشايانة المنتجة هو الامن القومي الغذائي لنا كلنا يا دكتور عبد المجيد حلقة واحدة مش هتكفينا الحوار ممتد انت بتزرع بنفسك وانا بشوف ان انت فيه جزء مخصص داخل مركز المعزة الزراعية عندنا برنامج تربية قوة جدا زي وزي اللي في امريكا بالظهر هتبتدي امتى بنزرع الماشتة اللي بتاعنا في نص عشرة احنا عايزين نصور تجهيز التربة ونصور خطوة خطوة وحاطاتك ما تسبناش انت تتبعنا وتطلبنا عشان نيجي معاك بشكرك نورتيني الدكتور عبد المجيد مبروك رئيس قسم بحوث البصل ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية شكرا شكرا وستشارك الزراعي احنا بنستضيف علمائنا وخبراءنا في القطاع الزراعي ليكون حوار مسمك بناء مشترك ما بيننا ومن حضراتكم على الهواء لزيادة الانتاجية بشكر حضرتكم اشتركوا في القناة